تصلي عليها يا نبي الله وقد زادت بسم الله اللهم إنا نسأل استغفرك ربنا نستغفر الله نستغفر الله لا إله إلا اللهم لا تؤخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفاء منا اللهم رحمتك أو سعونا لا إله إلا من تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز سبحان الله يفعل الله ما يشاء ما تزلزلت الأرض إلا بحكمة ولا تزلزلت الأرض إلا بالذنوب وأهل الدنيا يرجعون ذلك إلى أسباب جيولوجية ونسوا أن هذه الأسباب بيد من يد خالق الأسباب سبحانه وتعالى لا حول ولا قواته إلا بالله لا حول ولا قواته أنا من أكثر من أربعين سنة في الكويت أول مرة أحس بمثل هذا الزلزل الله لا إله إلا الله استغفر الله نعم 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 نصيكم أيها الأخوة بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا ووصد ذويكم وليكم الاستغفار والتوبة والصدقة حتى لا يعيد الله عز وجل مثل هذه الزلازل نسأل الله اللي يحفظنا بحفظ ويأكل أنا برعاية اللي يحفظنا بحفظ